ازاي اكوا عاملين ايه? يارب تكونوا بخير. النهاردة انا هعمل مقارنة ما بين الورنيش المائي والسبري يدوكو الشفاف اه في عمل طبقة الحماية لالكونكريت. انا عملت التقمين دول. وعملت كل واحد بطبقة حماية مختلفة. وحبيت ان انا اشوف الفرق ما بينهم. وهقول لكم ايه مميزات كل واحد وايه عيوب كل واحد. طبعا احب اكد عليكم ان دي تجربتي انا الشخصية. اه فاللي يحب برضو يجرب ويشوف الفرق ما بينهم. اه لان في ناس بترتاح للسبري في ناس بترتاح للورنيش. فكل واحد طبعا بيشتغل بالحاجة اللي بتريحه. المهم ان تكون النتيجة في الاخر مردية لللي بيشتغل و للعميل اللي هي استلم الشغل. وده شكل الورنيش المائي وشكل سبري دوكو. طبعا في منهم مركات كتير جدا جوه مصر وبره مصر. فطبعا احنا بنشوف اه انهي احسن وبناخد الحاجة لجودتها اعلى. هبدأ معاكم بالطقم ده. اه طبعا هو عبارة عن كوستر وفوحة من الكونجريت او من مادة هاي ستار بالتحديد. ده انا كنت عاملاله طبقة حماية بالسبري دوكو. وطبعا مش بنرش الجزء اللي تحت دوت. اه لان هو بيبقى موجه للنار ما بنحطش عليه اي مادة للعزل. الحقيقة انا ما واجهتش مع السبري دوكو اي مشاكل او اي اه يعني عيوب اه ظهرت لي بعد ما استخدمته بالعكس هو اه اولا اللمعة بتاعته زي ما انتم شايفين كده هي مش قوية قوي بس انا ما بحبش برضو اللمعة تبقى جمدة. بس الناس اللي بتحب اللمعة تكون قوية بيكون ورنيش الماء افضل. لكن اللمعته اخف شوية بس يعني هي نتيجاتها مرضية جدا. اه زي ما انتم شايفين. اه طبعا ما بيسيبش اثر للفرشة. اه لان هم بيستخدم رش. اه بيبقى حلو جدا مع ورق الدهب. اه لان هو دوت من الاسباب اللي ما بتخليش يحصل جنزرة لورق الدهب او اللي هو تغيير لونه يعني. احيانا كده ما بعد ما بنحط ورق الدهب بنلاقي لونه اغير. اه ده من ان احنا بنحط عليه ورنيش مائي. لكن لو احنا استخدمنا دوكو مش بيجراله اي حاجة وطبقة حماية كويسة جدا لورق الدهب. كمان الاسبري اه بينشف بسرعة جدا يعني ما فيش عشر دقايق بتكون القطعة بتاعتي جاهزة. ما بستناش عليها كتير عشان تنشف. ممكن ادي طبقتين او تلاتة بكتير. مش بحتاج منه طبقات كتير. واهم حاجة بقى في كل ده ان هو مش بيلزق خالص. يعني اه بنشيل القطعة ونحطها بسهولة. ما فيش تلزيق. ما بيقشرش. ما بيقشرش الالوان. اه هي بس اقصى اه مشكلة فيه ان هو بيبقى لي ريحته مش زريفة. عشان كده انا برشه دايما في في مكان مفتوح في بلكونة في حاجة يكون فيها تهوية كويسة جدا لان هي ريحته بتبقى صعبة جدا في الاول. لكن بعد نص ساعة تقريبا بنلاقي الريحة راحت خالص وما بيبقاش ليها اي اثر في القطعة بتاعتنا ولا على الكونكريت بتاعنا تماما. ودي بقى القطعة التانية اللي انا استخدمت فيها الورنيش المائي. وهقول لكم على المميزات برضو والعيوب بتاعته. برضو هنا كان معي الكستر والفواحة. بصوا اول حاجة طبعا التلزيق زي ما انتم شايفين. القطعة بتلزق في بعضها جدا. اه مع اني سبتها تنشف كويس جدا لفترة طويلة. فهي بتلزق. برضو انا ما دهنتش الجزء اللي تحت دوت وما عملتش عليه اي طبقة حماية. بس زي ما انتم شايفين اللمعة كويسة جدا. اه قوية. انا دهنتوا تقريبا تلات اه وشوش اه من الورنيش المائي. اه وسبت كل طبقة ما بين طبقة وتانية تنشف فترة. لكن زي ما انتم شايفين بصوا لزق في الكستر والقطعة اللي فوق لزقت. ومش يعني بيطلع وبيقشر وبيبقى شكله في الاخر مش ظريف. فانا مش عارفة هل انتم برضو حصل في معاكم نفس المشكلة ولا هل انا المشكلة عندي? فمش عارفة. بس اه انا ما ما بسطتش خالص من الورنيش المائي. زي ما انتم شايفين لزق هنا وقشر الكستر كمان. كمان من وراء انا لو تفتكروا كنت دهنت الورنيش المائي قبل ما هحط ورق الذهب. فما جيت انضف الكستر من وراء. لقيته بتقشر معي. لما جيت انضفه بالسوليتيب. بقى يطلع في السوليتيب وبوازلي الظهر خالص يعني زي ما انتم شايفين. هنا لما كنت بنضفه بالسوليتيب كده عشانا اشيل ورق الذهب. يعني في اماكن ما اطلعش فيها الورنيش. وهنا بصوا هوريكم في الجزء دوت لما جيت احط السوليتيب عليه. الجزء الذهب ده. واللون الذهب مطلعش. فانا يعني ابتكيت عليه شوية. فبصوا. وانا بعمله لقيت ابتدأ اللون آآ يقشر شايفين هو هنا الاشرة طلعت. وبتدأ يقشر معي كده زي ما انتم شايفين. فطبعا ده لو راح لعميل او حاجة وجيه مسلا لا اي سبب لزق آآ في التربيزة او لزق في حاجة هيقشر وهتلاقوه الحاجة بترجع لكو تاني. فطبعا يعني لو حد بيشتغل في حاجة زي كده لازم نهتم بأدق التفاصيل. انا هنا الحل ان انا هقشرها كلها وصن فرعة وهروشها تاني. يا اما ممكن احط لها آآ آآ قماشها قطيفة مثلا او آآ قماش جوخ آآ هفرده عليه من تحت هلزقه بغيرة او اي باي لازم. بحيث ان اعمل آآ 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 من القماش حاجة عزلة آآ للكوستر من تحت. كمان زي ما قلتلكو الورنيش المائي آآ مع الوقت بيخلي ورق الدهب يطوس آآ آآ او يتغير لونه. فانا مش بفضله. لكن لو احنا محتاجين اللمعة بتاعة آآ آآ الورنيش المائي. احنا ممكن نشتغل بالورنيش المائي. وبعد ما نخلص برضو نرشو سبري دوكو. هنا هيبدأ يعملنا عزل ما بين الورنيش وما بين اي سطح تاني فمش هيخليه قشر ومش هيخليه يعمل المشكلة اللي هي بتحصل لما بنادهن الورنيش المائي لوحده. وهتفضل لمعة الورنيش المائي موجودة زي ما هي. ده للناس اللي بتحب القطعة بتاعتها تكون اللمعة بتاعتها القوية. ودي كانت تجربتي مع الكونكريت. ياراب تكونوا استفدتم من الفيديو. ويا ريت تكتبولي في تجاربكم انتو كمان عشان استفيد من بعض. اشوفكم الفيديو جاي على خير. سلام.